اشتركوا في القناة ودخول معسكرات الجيش ضمن قوات العصابة الحوثية والقبض على المنظومة المركزية المالية للدولة يمضي الزمن اليوم في اتجاه مضاد لما رسمه زعيم المتمردين الحوثيين احد وكلاء ايران البارزين في اليمن والخليج فقبل عامين صعد عبد الملك الحوثي متلبسا دور القميني قائد الثورة الايرانية يلقي خطاب النصر في ليلة كانت قاسية بالنسبة لليمنين وهم يشاهدون سقوط اخر معاقل الدولة بيد الطائفيين الحوثيين القى خطاب النصر حينها فيما ارتال الدبابات تخرج من المعسكرات متجهة صوب صعدة ليس لاعادتها الى الدولة اليمنية وانما لتعزيز بقائها تحت نفوذ الايرانيين وخارج نفوذ الدولة وتعزيز بناء ضاحية جديدة مماثلة لضاحية بيروت ينطلق منها الايرانيون لتكريس الفكر الطائفي في اليمن واتخاذها منطلقا لتهديد السعودية والخليج ثم تتحولات كبيرة شكلها برز المقاومة الشعبية والجيش الوطني ودخول عمليات التحالف العربي في خط المواجهة الى جانب حرب من نوع اخر تقودها الشرعية وميدانها الاقتصاد تحولات لصالح معركة الشرعية ذحرجت معها بزعيم التمرد الحوثي من خطابات النصر والتهديد بالخيارات الاستراتيجية منذ عامين وصولا الى خطاب التسول الاخير بحسب وصف الاغلبية عبد الملك الحوثي وخلال خطابه الاخير عشية ذكرى سقوط صنع ناشد اليمنيين الى دعم البنك المركزي ولو بمبلغ خمسين ريالا غير ان السخرية كانت يرد التلقاء من اليمنيين على مناشدة الحوثي ودعوته بدعم البنك المركزي الذي بلغ درجة الافلاس جراء سيطرة الحوثيين ثمت علامة فارقة شهدت الساحة اليمنية خلال الايام الماضية تمثلت بعودة الحكومة الشرعية الى العاصمة المؤقتة عدن بكامل اعضائها تزامنا مع احتفالات اليمنيين بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ايلول كما انها عودة تأتي عقب قرار نقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن وتحرير سلطة المالية من قبضة الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم العودة الشاملة لجميع اعضاء الحكومة الشرعية الى مدينة عدن ومأرب شكلت مطلبا جماهيريا ظل يطالب به اليمنيون طيلة بقائها في الرياض الامر الذي جعل عودتها ترجمة فعلية لمسؤولية جميع اعضائها كما انها قرار مهم يجعلها في مواجهة التحديات الواقعية الى جانب المواطنين مطالب ملحة امام الحكومة الشرعية وقد باتت متواجدة في العاصمة المؤقتة عدن لمواجهة الاستحقاقات فيما يتعلق باستكمال معركة الشرعية واسقاط الانقلاب الى جانب استحقاقات الامن والخدمات الاساسية والاهم من ذلك بحسب مراقبين هو استحقاق السعادة وظيفة البنك المركزي عقب انهيار الاحتياطي من سبعة مليارات الى حوالي سبعمائة الف دولار بحسب الحكومة الشرعية وبعد ان قامت الميليشيات بافراغ الخزانة العامة للدولة من رصيد العملات المحلية والاجنبية تعتبر خطوة نقل البنك المركزي فرصة للحكومة الشرعية المتواجدة في عدن لتقديم البديل الامثل لنموذج العصابات الانقلابية التي اكترنت باللصوصية في تعاطيها مع البنك المركزي فوق كونها محك اختبار صعب لسلطة الشرعية المتمثلة بمؤسستي الرئاسة والحكومة في ظل البطش والاستعباد الامامي بحق اليمنيين انفجرت ثورة سبتمبر المجيدة لانتزاع الجمهورية بعد ان نفضوا عن عاتقهم العقز والوهن في الذكرى الرابعة والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر يحيي الجيش الوطني في مأربة هذه الذكرى التي لامست ارواح اليمنيين الذين عانوا الامرين من حكم الامامية البغيض نحن سعدها اليوم ونحن نرى هذا التلاحم الوطني الفريد بين كلفات الشعب اليمني وجيشها الوطني ومقاومتها الباسلة الذين هبوا جميعا لاتفاع عن الجمهورية والثورة واثبتوا ان احفاد سبتمبر كرواد العمس يواصلون مسيرة النضال والتحرير وان اليمن الحبيب كالطوال حكم الامامي والتسلط العائلي الى غير رجعة كل الثورات في العالم ترفع ناسا الى عنان السماء وتخفي اخرين تحت الثرى وهو ما فعله المخلوع بحق رموز وقيادات تلك الثورة في كل ثورة شعبية نجد فكرا وادبا يسيران مع تلك الثورة دعما لها وتعبيرا عنها وتصويرا لوقائعها واحداثها بحيث يكون الادب سجلا يخلد تلك الثورة غير ان ادباء اليمن في المراحل الاخيرة باتوا يتحدثون عن ثورتهم بشكل خجول نسبيا خشية تبعات ما تخطه اقلامهم لكن الميدان ورجاله يعيدان الامل لليمنيين في وضع حد لعصابات الكهوف والارهاب الامامي لكن لا امل قبل تحرير العاصمة لهذا العرض المسكري رسالة الرئيسية نقول للدنيا اننا في الجيش الوطني قادمون باستعادة الكهوف بعصاة موسى او بصميل فرعاو لا بد من صنعاء وان طال السفر وان جاء الحل سلميا فعلى رؤوسنا الحل السلمي ياخد عندنا المرتبة الاولى لكن الكرة في ملعب الاقلابية ان ارادوها سلما فلهم وان ارادوها حربا فعليهم احتفال الجيش الوطني وكل الوحدات العسكرية بعيد الجمهورية وعزمهم في المضي قدما لتحرير اليمن وارساء مبادئ الجمهورية التي لا مساومة عليها يزداد ألق الثورة السبتمبرية ويشع نورها حين من يحيون هذه الذكرى هم من يقودون المعارك في الجبهات دفاعا عن شرف الجمهورية ووضع حد للارهاب الامامي عمر المقرمي يمن شباب مأرب تشهد المنطقة العسكرية الخامسة بحرض وميدي في الساحل الغربي لليمن احتفالات فنية وعسكرية بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لقيام الجمهورية ونظم سكن الجرح احتفالا فنيا بالمناسبة حيث ألقى أركان حرب المنطقة العسكرية العميد أمر جوهر كلمة أشاد فيها بتضحياتهم وبطولاتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وجمهوريته وشهدت ألوية المنطقة احتفالات خطابية وفنية ساهرة بمناسبة ذكرى أعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر أحياها نجوم الفن في اليمن تقول الموت لأمريكا وبانا قضي على الكفار وما في أرضها مسلم من يوما على داره وشارك في الاحتفالية عدد من قادة المنطقة ووفد من قيادة مجلس الإسناد الأعلى للمقاومة الشعبية في إقليم تهامة ألقوا فيها كلمات عبروا فيها عن خالدية المناسبة في وجدان اليمنيين الذين عبروا بها نحو الحرية والتحرير تواصلون تحقيق أهداف هذه الثورة المبارقة فأنتم رواد الجمهورية الثانية أباهم كانوا رواد الجمهورية الأولى في السادس والعشرين من سبتمبر أنتم رواد الجمهورية الثانية بالحادي عشر من فبراير العظيمة كما ألقيت في الاحتفالية العديد من الكلمات والقصائد أكدت على أهمية الذكرى وذكرت بالمبادئ والأهداف التي قامت الثورة اليمنية من أجلها والتي من أهمها التحرر من الاستبداد وبناء جيش وطني قوي ترجمة نانسي قنقر